تعرفنا على بعضنا بالـ 75 يعني في بداية الحرب وكانت زوجتي ساكنين بيروت أهلها يجوا بالربيع بفرصة الربيع تعرفنا على بعضنا طبعاً نشأت حالة حب وعاطفة وتزوجنا بالـ 77 التعبير والتقارب والأحاديث هي كانت تدلل على وجود هالحب ديناتنا نحن بهذاك الوقت كان الحفلة الزفاف اللي عملناه بساحة الضيعة وانا عملت صهرة ودبكة بالضيعة يعني الجنوب كان وضعه شوية ما في هذا الشراع اللي كان موجود في الحرب اللبنانية لبيروت كان في شوية استقرار بعدين الاحتلال الإسرائيلي للجنوب بعد زوجنا صار الاحتلال كان بالليل وجوا على البيت دقوا قال بدا بتشرف معنا قامت مرتع قال قال لا ما تخافين احنا شوية يومي بيرجع شي ثلاثة شهر أهلنا ما كانوا يعرفوا عننا شيء ولاش صليب الأحمر كان سامحولو يجي ما شايفنا صليب الأحمر إلا لما رحنا على المعشكر على الأنصار يعني من دوبي صليب الأحمر الدولي شايفوا لما شفوني أول مرة قالوا بس بدنا نطمن عائلتك إنه نحنا شفناك مضيت على ورقة أنا بخير وأخذ هاي الرسالة لعائلتي لمرتي ولولادي الرسائل ما تسوريش قديش هن مهمين لأي معتل بعيد عن عائلته وعن وطنه وعنه ومحتجز حريته الرسائل كانت تعامل مهم بأنه تنشطنا تعطينا أمل تخفف عنا الفراء اللي كنا عايشينه يعني هاي رسالة بتسعة عشر الأربعة وثمانين رفيقة الجهاد والعمر مريم رسائلكم تصلني فتحمل لي معها الحب والفرح والصمود تحمل لي معها شحنات من الأمل والقدرة على مواجهة الصعاب ورؤية المستقبل بمنظار من المواقعية لتطور الأحداث التي وصلت إلى مخاضها الأخير كنا دائما متفاقلين أنه حيكون عندنا خطوات لقدام في بناء وطننا ومستقبل لأولادنا ونعيش حياة عائلية مريحة كان يعني في شوية هيك تقدير أو وعي عندنا أنه ما حيقدروا يخفونا لفترة طويلة لأنه في الصليب الأحمر الدولي في اتفاقيات جيناب اللي بترعى الأسرة والمتقالين قليم بدك تنزلي لدموعي كلمة راه زوجتي الغالية هذه بعض أبيات الدلعونة من وحي المعتاد يا طير الطاير من فوق بلادي سلم على أحبابي مرتي وولادي بلّج أم موسى رفيق جهادي بكرة منتلاقها لا تحزنون سلم على هيفا ست الصبايا وعأنجوا وفوفوا نجوم البرايا وقلهم بو موسى بعد وفاكرهم وصهرات الحلوة رح يرجعون موسى هتكون كان غذية ذاترك لهيد الفترة أنت وياها في غملي كتير مؤثرة شو قولك فينا نرجع تحكيني حبه إسمع شو قولك في نجان الرشع تحكيني حبه إسمع خمسة أو ستة شهر لحتى شفنا بعض قبل ما يوصلوا الولاد على المحل اللي بدنا نتواجه فيه من بعيد ما قدرت أن أشوفهم اللي واجه لأنه كانت دموعها بتنزل كنا من خلال الرسائل المباعتها نذكر أحداث تحصل بالمعتقل ما كان فيه مجال أنه هادي نعود نتذكرة بس نطلع من المعتقل وبالتالي كانت الرسالة إلى هدفان الهدف أنه نطمن عائلتنا وولادنا وأهلنا عن وضعنا بالمعتقل والهدف الثاني بصير بسترجع بذكرته الواحد الأحداث اللي كانت تحصل والحياة اللي كنا نعملها شو أكتر رسائلة وصلتت وتأثرت فيها؟ رسائل اللي بعتوها الولاد يعني كانت هايفا وأنجو أول ما بيكتبوا بعتولي رسائلة منهم كانت كتير مؤثرة فيي وأبكتني أكيد من وقت لآخر بفتح الدفتر المغلف اللي فيه رسائلي أنا والمفكرة اللي كانت مريم كل رسائلة تبعتها لهنيك على المعتقل كانت تنسخها عندها على صفحة موسيقى الحبيب الغالي خليل والأنوار الكاشفة والحارس القابع في البرج أترك هذا المكان المقيت وأهرب إليكم أتنقل معكم من غرفة لأخرى أراقبكم فردا فردا وأنتم جالسين في غرفة التليفزيون تشاهدون وتسمعون الأخبار علها تحملوا ما يقرب لقائي بكم فتلتغي كل الحواجز بيننا وتنعدم كل العوائق فأعيشوا لحظات سعيدة أنتصر فيها على السجانين والمعتدين إلى حين هذه الرسائل والدولة اللي عبر السريب الأحمر الدولي كان كتير مهم لها يقدر بثمن وليزم يستمر من شين يكون المعتقلين يخدين حقوقهم وعيشين لأنهم يكملوا حياتهم بعدين زوجة الحبيبة مع طول البعاد يزداد الشوق ويكبر معه الأمل في اللقاء بكم مساء أمس قادني الشوق إليكم فلم ألجأ كعادتي لرسائلك بل حملتني أفكاري إلى الماضي إلى أيام حبنا الأولى إلى ذكريات الربيع والصيف إلى الليالي التي شهدت لقاءاتنا وباركت حبنا إلى حقول العدس وسنابل القمح والنجوم إلى العشب الأخضر وضلال الكرمة والسخور إلى سنوات جهدنا المشترك في بناء بيتنا حجرا حجرا إلى نكش جنينتنا حبة تراب فحبة إلى لنبة المقبرة التي حاولت مرة إعاقة لقاءنا فلم تفلح إلى عملنا سوية في خدمة بلدتنا ومدرستنا ووطننا أجل أيتها الحبيبة لم ألجأ لرسائلك واقتنصت تلك الفرصة لأعيش تلك السنوات العذبة في حلوها ومرة كنت تبادل الرسائل مع زوجتك يعني قبل ما تتزوجوا هل الرسائل كانت شي كنتوا تستعملوا لتتواصلوا مع بعض؟ لما تنزل على بيروت بهالوقت الهيدا هي عم تتعلم بيروت وأنا هم تضيعة كنا نبعت رسائل مع أصدقاء ينزلوا للتحد أمرة ظهرت من البيت بالليل بعد ما خلصت تروسي وتمشيت صوب بيتهم وقربت لقدم محل ما كنا نتلاقى وكتبت بعض الأبيات كانت مره بحفظة رومنيح أنهيت درسي وخرجته فالناس نيامهم صرت دون ارتباكي قصدت بيتك وحيدا فوجدت البيت خال وباكي سألت الديارة عن سر حزنها فأومأت أن لا معنى لها بلاكي وفيها بيت بقول وأكثر ما كان يزعجني هو تأوهك وخوفك من والداك ألا ليتهم يعرفون حبنا فلا يلومونك في دنياك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر